اشتركوا في القناة هذه البنية العراقية الشابة العراقية الطموحة اللي اهل بغداد اكثر الناس يعرفوها واغلبية الشباب او اغلبية العوائل العراقية تستلذ بطعم هذا المطعم وباكلات هذا المطعم لما تنتج وتقدمها لزبائنها الحقيقة اللي صارت انه قبل فترة من الزمن فكرت هذه الشابة الطالب العراقية المسؤولة عن عائلة انه فكرت تتعيل اسرتها امها وخواتها حتى تفتح لها مشروعها الخاص هذا المشروع حصلت عليه بموافقة من رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وامين بغداد وكانت الامور طبيعية جدا والحمد لله والشكر للبنت يعني رب العالمين فتح لها بواب الرزق والناس قامت تحب طبخها لنظافتها وعملها واهميتها ومن باب ايضا الدعم لهذه الطاقات الشابة حتى الناس تروح تشوف فالشيء مختلف بالعراق حال حال بقية الدول اليوم مو حصرا ولا حكرا على الرجال او على الشباب العمل بالمطاعم وما شابه ذلك ده نشوف احنا في بعض الاسواق العامة في محافظاتنا اكو نساء دايبيعا يعني دولما ودايبيعا طبخ بيوت وغيرها وغيرها لكن رب العالمين اعطاها نوع من الجرأ واعطاها نوع من القوة والصبر والثبات فقدرت هذه الفتاة انه تروح تفتح لها المشروع الزغير عبارة عن كشك سوت هذا الكشك حولته الى مطعم مناسب وحصل هذا المشروع دعم كبير من الاعلاميين من المثقفين من الطلبة زملائها يعني الناس حبت هذا الجو وحبت انه تساعدها من باب المساعدة ومن باب ايضا تحريك هذا المشروع ودفع ويعني خلي نقول دفع لها اموال بالشراء حتى تحصل هذه الفتاة على رزقها وطبعا احنا كنا ندعم والغاية من هذا الموضوع هو لدعم الطاقات الشابة الشريفة العفيفة اللي نفس الوقت تحاول ذب جهد كبير حتى تعيش اسرتها هذه العائلة اللي حسب ما تقول اللي تقول انا توفى والدي واني بعدني صغيرة ولذلك والدتي هي اللي ربتنا وتعبت علينا وتحملتنا الى ان كبرنا شوي شوي وقدرت اسوي هذا المشروع وحتى من خلال كلام هون الشباب او العوائل اللي كانت تروح لهذا المطعم رح تشوف بساطة هذه اللي بنيا الشاب رح تشوف بساطة وعفويتها في نفس الوقت نظافة المكان نظافة الطعام كل هذه الامور كانت اعطتها نوع من الشهرة في بغداد واصبحت نوعا ما معروفة والناس حبت تساهم بشيء او باخر حتى تدعم هذه المشاريع وطبعا هي كانت في نفس الوقت رسالة لبقية الفتيات ولبقية الشباب اللي هم يقولوا ما عندنا الشغل واحنا عاطلين واحنا كذا واحنا كذا ايضا كانت هي محفز لكثير من الشباب الشباب العراقيين حتى يتجون الى العمل بمثل هذه المشاريع الصغيرة والبسيطة والمربيحة لكن اللي صار وللأسف بعد ما حصلت هذه الشابة العراقية على دعم من بعض الاعلاميين وقاموا يذكروها في قنواتهم وقاموا يدعموها حتى يكون لهم حافز وإلها حافز من باب المساعدة مثل ما ذكرنا من باب تقديم يد العون والمساهمة بينشرها واشتهارها اضعاف النفوس او ضعفاء النفوس الاخرين واصحاب يعني الطمع والجشع محبوا لهذه الفتاة العراقية حتى تستمروا بحياتها وتكون فدمدخول مادي بالحلال الها والعائلتها فراحلها حسب ما يقول بالفيديوهات اللي راح نشوفها احد موظفي امانة بغداد للأسف يعني وفق ما هي تتكلم راحلها وهددها انطيني كل اسبوع مليون دينار حتى انا اخليش تشتغلين هنا هي قلت لاني عندي موافقة من امين بغداد شخصيا وعندي موافقة من رئيس مجلس الوزراء سابقا وهذا الموافقة ومطعم هو عبارة عن معتني بالشروط الصحية وما عندي اي اشكالية فليش انطيك فلوس قالها انت دا تدعمين قنوات وبرامج بالتلفزيون واني على هذا الاساس لازم انتي تتفعي لي وليش نتفعلك احنا اصلا يعني ليش انت منو اش دا تسوي تغطي علينا شمس لو دا تطلع لها ديليفوري انت هذه اللي بنية حسب كلامها ومتابعتنا لها تقول انا كنت انا اقعد الساعة بثلاثة بالليل انا اكمل طبخي واني اجهز واني اروح ديليفوري واني اجاوب على التليفونات الطلبيات وكذا يعني هي بنفسها بدل ما انت تجي تعتبرها مثل اختك الزغيرة وتساعدها تروح تبتزها وتريد منها مليون دينار يعني اربع ملايين واكثر خلال الشهر تدفعلك حلال له حرام وشنو علاقتك انت بالموضوع انت امين بغداد انت محافظ انت وزير صحة حتى انت عدها مخالفة وتريد تتركب عليها عقوبات او غرامات مالية شنو علاقتك انت بالموضوع اللي صار عن ندهة وتقول هي انا كنت ما متوقعها اقعد الصبح اجي اشوف الكشك مالتي عبارة عن محاولة اللي ازالته وتم تفليج جزء من عنده وللأسف وشفنا الفيديوهات اللي البارحة صارت ترند بالعراق وشفنا البتشي اللي كانت تبشيه هذه البنية الى ان دزوا عليها المسؤولين دز عليها امين بغداد رئيس مجلس الوزراء ادخل بالموضوع بعض الشخصيات ادخلت بالموضوع حتى يعرفون شنو حيثيات القضية واللي يعرفون انه هذا الشخص مبتز وحاول انه يستغل هذه المواطنة العراقية الحريصة العفيفة تريد تشتغل وعلى باب الله تريد تشتغل لكن للأسف ضعاف النفوس ما يخلون احد يريد يستفاد لو يدفعك للحرام لو تريد تصير حرامي مثله او بواك وديش الساعة راح يسكت عنك لكن لما تريد تشتغل بعرق جبينك وبتعبك ومجهودك وما حد يوقف وياك الا رب العالمين ما يريدوك وكأنك انت تدذرهم كأنك انت تريد تبعث رسالة للعالم وللعراقيين بأنه هذا البلد ما ممكن انه يقام على العدل ويقام على الحق والانسانية والرزق الحلال والشرف والعفاف هذا الشيء ما موجود عندنا ما يريدون هذا الامور ما يريدون هذه التفاصيل تبقى موجودة بمجتمعاتنا وموجودة ايضا في حياتنا اليومية يردون لا الناس عبارة عن جشع القوي ياكل الضعيف لا وجود للحلال لازم عندك غش لازم عندك حرام لازم عندك رشاوة ولازم انت تدفع رشاوي حتى المرتش يتخم بطنة وينتخم من الحرام فسبحان الله سبحان الله رب ضارة النافعة رب ضارة النافعة فعلا انضررت بكشكها وبشت وتألمت ووقفوا اياها العراقيين كلهم والشرفاء ايضا لكن رب العالمين عوضها عوضها باللي هو احسن خلاها تصير ترند واكثر شهرة وخلاها تصير لكلها توقفوا اياها رئيس الوزراء وامين بغداد ومسؤولين وما شبه ذلك الناس البسطاء كلهم قالوا افتحونا ارقام تليفونات افتحونا باب حتى نوصل لها ونساعدها وتخليها تعيد حياتها وتعيد كشكها وترجع الى طبيعة عملها ولكن بالمقابل هذاك الموظف اللي هو في امانة بغداد شن اللي صار به القيام الحبس انسجن وهو الان يواجه لجنة تحقيقية راح تعرف شن الدوافع اللي خلتك تروح تطلب من عدها بهذا المبلغ وننتظر نتائج التحقيقات واتمنى ان نتائج هذه التحقيقات ما تندفن ولا الضيع ولا طول ممكن اليوم يقدرون يطلعون بنتائج منه وراك منه تدافعك ويا من تشتغل ان من تريد فلوس هنا تبقى هذه القصة وما بها وإلا مو معقولة انت تجي باللي اللي تريد تهدم كشك لمواطن عراقية او مواطنة عراقية تعمل بشرف لغايتك انت الشخصية اللي هي تريد تترس بطنك من الحرام وانت موظف فننتظر من امين بغداد وننتظر من القضاء وننتظر من رئيس الوزراء البت بمثل هذه القضايا ومتابعة المبتزين اخطر ما يكون على المجتمع هو المبتز المبتز يدفعك للحرام المبتز يدفعك الى الخطأ يدفعك الى مخالفة القانون يتستر عليك لما تكون انت مخالف بالقانون ومن حالة ريدمتري تلتزم بالقانون تتعامل مع المبتزين ولذلك يجب استئصال كل دوائر ومؤسسات الدولة من المبتزين اينما كانوا في اي دوائر الدولة وهذه هي الرسالة الحقيقية انقلب السحر على الساحر ولما انت تشوف نفسك اليوم كمواطن عراقي تتعرض الى الابتزاز صور وانشر وخلي يصير رأي عام وخلي يصير ترند العالم وخلي يصير ايضا عبر الغيرة لانه الظاهر لا المبتز يستحي ويخجل ولا المرتش يستحي ويخجل فبالفضايح الشيء الوحيد اللي ممكن تكسرون ظهورهم وفعلا لما نريد نقضي الظاهر هما لا يرتدعون من القضاء ولا يخافون من القانون ولا يخافون من السجون وكأنهم هما يعني شايفين نفسهم على الارض متبخترين هم يمشون على الارض ولكن بالفضايحة حالة حالة المتحرش اللي داي انتشر هاي الايام دا نشوف المتحرشين كيف داي يصوروه الفتيات وينشروه شون داي يستحي ويخجل ويدفر روحه لأنه ما يستحون من الله سبحانه وتعالى ويستحون فقط من البشر وكل أعمالهم الدنيئة دائما يسووها بالخفاء بالظلمة حتى ما حد يشوفهم مثل الخفاء فيش وهذولي لازم ينفضحون بنهار العدالة وبضوء القوة لما يصور وينشر حتى يعاقب لما تعاقبه رح يكون هو رسالة أخرى للغير لذلك أنا أدعو كل مواطن صاحب بسطة صاحب مشروع صغير يتعرض إلى الابتزاز وهو يعرف أنه قانوني خلي يصور وينشر هذه فرصة حقيقية كل العراقيين لازم يصورون مثل مارية وكل عراقي اليوم بتعرض إلى الابتزاز هو حالة من حال مارية يقولون كم مارية هنا عدنا بالعراق وفعلا كل موقف يشبه الموقف اللي صار مع مارية هو نفس الحالة ويجب أن يعاقب رح نشوف الفيديو هسه وراح نشوف حالة يعني يعني شون نقولها أنه الانكسار اللي عاشتها هذه المواطنة العراقية وبعدين رح نشوف ردات الفعل اللي صارت خلي نشوف طيني صور راح جمولي ها البلدية شوف يا عمين بغداد شوف جمولي ها البلدية كما يطلبوا من يم كمشا بعدين قاموا كل اسبوع عيدوا من يم بني يعني يعني عطي أسلم كل سنوية أسلم بس قاموا عيدوا كل اسبوع من يم بني بعدين قلت لهم ها ما يقدر عطي يجبوني يا شوف يا مين بغداد شوف ليش خلقت وما يجبوني ليش خلقت وما يجبوني مكان مين يا ها 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 رزاق يلا شوفنا حالة البتشي واللوعي يعني شنو شنو الغاية انت كمسؤول يعني هو هذا السؤال أتمنى من الله سبحانه وتعالى انه فعلا يعجل بفضح المتسترين احنا مو عندنا متسترين بعباءة الدين عندنا متسترين بالقانون يسوي نفسه يطبق القانون وفي نفس الوقت هو اكثر انسان يخالف القانون اكثر انسان يشكل خطر على القانون وعلى المستمع واكثر انسان سيء بالمستمع وكل ما وصلنا الى اليوم بالعراق من عناء وسرقات ونهب وظلم بسبب هذول الناس المبتزين هذول اخطر مخلوقات على وجه الارض اخطر حتى من المرتشي نفسه المرتشي ممكن يعني ممكن نقول عنه شوية يمكن يتوب في يوم من الايام لكن المبتز يعتبرها بطولة يعتبرها شجاعة يعتبرها انتصار الحضرة الجنابة وبالتالي اذا ما احد يقطع ايديا هذول المبتزين ما رح يصير لنا اي فائدة بالدنيا وما رح يصير لنا اي انتصار للقانون حقيقة ده نتكلم عن لوعة لوعة شبيرة ساهمت باسقاط حتى محافظات بسبب داعش بسبب اتزاز من بعض المبتزين للمواطنين في الاسواق وكنا نشوفها كيف كانوا يتعاملون مع المواطنين في محافظات خلت العالم تكره الدولة وتكره القانون وتكره البلد وتفكر بالهجرة لانه سيئين التصرف امثال المبتزين هم اللي دفعوا الناس الى هذا الاسلوب وعليه اليوم اتمنى من رئيس الوزراء محمد الشاعي السوداني كن شديد البأس على هؤلاء المبتزين وهذه فرصة هذه فرصة لامين بغداد ولوزارة البلديات ولوزارة الداخلية ولبقية الوزارات الصحة وغيرها اقطعوا دابر المبتزين اقطعوا دابر المبتزين لان كل ماذا نوصل الى من حياة بائسة بسبب المبتزين هاي رسالة حقيقية اللي احنا لازم نمشي عليها تطبيق القانون يكون حقيقي بمحاربة المبتزين والله العظيم لو للمبتزين ما كان حياتنا بائسة بهذا الشكل قبل ايام انتشر فيديو عن رجال مرور على الترائيلات واقف وبكل شموخ وده تشوفه يعني هو شوف هو الانسان اللي يسوي الخطأ يقال الخطأ اذا انت تقدر تسوي خطأ فسوي بالعلن سوي بالعلن خلي العالم يشوفك لكن لما تكون النفس مراضية دائما يشوف بالستر يسوي يتستر بالدين بالقانون بالعشيرة بالدراسة بالعلم بايشي فدائما المخطئ والمسيء يتستر بعباءه حتى تحميه ليش من تحميه؟ تحميه حتى لا ينفضح لان هو جبان هو جبان مو كفو ويدرب نفسه هو خاطئ ويدرب نفسه دا يمشي بغلط لكن للأسف ضعف تطبيق القانون انطاهم فسحب حياتهم وخلاهم يصيرون يصعدون سيارات آخر مو دينا من وراء الحرام وخلاهم يصعدون أو يعيشون في بيوت أو قصور وخلاهم في نفس الوقت هم أسياد في المناطق وبالحارات وبالأسواق بالعدل؟ لا مو بالعدل شنو انت تجي على ابنية لتاخذ معدهم مليون دينار؟ كم حالة ابتزاز سوها هذا الموظف حتى انفضح القضية المارية؟ هو هذا السؤال رحوا وبحثوا خلطيكم إياها معلومة هم بتفيد خاف أنتوا ناسين ضمن حدود عمل هذا الموظف في دائرة والقاطع اسألوا له المحلات أخذ صورته وروحوا اسمه واتأكد من أصحاب المحلات جايكم مار عليكم ما أخذ معدكم فلوس حتى تعرفون مسويها قبل لا ما مسويها هسه يجوز غشيم وانفضح ويجوز لا خبرة والناس بزعت منه وانطت هياء بالقصة مثل ما يقولون ماريا فهذه طريقة حتى تتعاملون بهوية المبتزي هسه رح نشوف احنا اللي صار مع ماريا حقيقة هي الرسالة الحقيقية اللي كلنا احنا لازم نوقف نحارب المبتزين شوفوا الفيديو الآخر زميل المخرجين طينية او الصور اللي صارت انه ماريا شنو كانت تتكلم شوفوا بس شوفوا لوعة البتشي مالتها يعني هذه كمواطنة حقيقة يعني اشكر رئيس الوزراء واشكر امين بغداد على موقفهم اللي احنا نتمنى ان شاء الله يكون هذا الموقف مع كل اصحاب الاكشاك والبسطات بالبلد دون استثناء كل المحافظين كل المحافظين عليهم يكونون يتعاملون بهذا الاسلوب الانساني اللي احنا نريده خلنشوف مصيبة ماريا شنو هي وبعدين نرجع ايضا شنو اللي صار يا شماريا قلولي لازم يسلمين لانه الاعلام ضارتي دفعي للقنوات في الوزراء علي صوتك قلولي ضارتي دفعي للقنوات في الوزراء قلت لهم الليالي الكاس يجوني ودعموني قالوا وصرت انتي الباب الغييسي لهم يعني انتي بسبب انه ليالي الكاس وعلي نوري وقناة اينيوز خلوش مجانا الداعم الرسمي للبطولة وللبرنامج قلولش انه انت جاي دفعينهم وفلوس جاي دفعين فمثل ما تدفعين الهم ودفعيننا 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 كل اسبوع مليون كل اسبوع مليون كل اسبوع مليون قلت لغاني ما اقدر اني سنوية ادفع للدولة كاني قللي انتو الكوشك مالتك اصولي عندك اجازة مجازة من قلق الامين بغداد ما اخلق حصل من يمه بس ما اكو قللي بالليل هو بالتجاوزات يعني كل ماشي مصطبوين بس انا قلت ما احساوه شي يعني انت قالوا شو تطين مليون بالشهر بالاسبوع بالاسبوع لانه انتو عندك فلوس وجاي دعمين قنوات باعتبار قالوا لا تطين مليون قلت لو الله ما واحد تكون طيار يعني قللي صبوين انا قلت اتعجل عاعد ميسا قوين لا تبتشين لا تبتشين لا تبتشين ما اريد شنو اللي صار من اصحاب العفو من المواطنين الى التغريد على تويتر وعلى الفيسبوك حتى يعبرون عن استياءهم لهذا التصرف ودعمهم وشنو حقيقة هذا الموقف شنو اللي صار رح تشوف التغريدات هس لكن يعني هذا هذا الاسلوب وهذا التعامل واذا تقول لك انا ما عندي مخالفة للقانون واني وفق الاصول واذا ادفع رسم سنوي للدولة تجي انت تطلب من عندها مليون دينار اسبوعيا هسا لو جاي قاعد ما كلب المطعم مالته ومولي هم نقول ما يخالف بس تطلب مليون دينار ايليش عندك نص قانوني يقول لك روح طبق القانون بياخذ مليون دينار من صاحب كشوك انزين كم صاحب كشوك تاخذ منه مليون اسبوعيا يا امانة بغداد يا دولة رئيس الوزراء روح اسأله هذا الموظف كم مليون ياخذ اسبوعيا من اهل الاكشاك ومن المطاعم والبسطات وانا قانون من اين لك هذا شنو صار به بعدها ما تخمر بعدها ما تخمر ما تقلوا ليش وقت يشوف النور هذا القانون حتى نعرف البوك شلون دي يصير خلي نشوف التغريدات اذا ممكن طيني التغريدات زميلي المخرج عمر طيني التغريدات تغريدات تقول خلي نشوف عراك ومن هذا الموقع شيقول تحطيم وازالة مطعم ماريا فود بلدية بغداد تصرف مهين وغير مقبول من قبل البلدية التي تصرف بدافع غير انساني عليها تعويض ما تسببت بخسارته ومن المفترض ارسال تبليغ لاختار صاحبة المكان بانهم سيقومون بازالة المطعم حسب القوانين لرفع تجاوزات واعطائهم وقتا كافيا لإيجاد مكان مناسب اللي صار مع ماريا وفق الفيديو اللي موجود تقول عاني يجو اللي قال لي ترى اذا ما الدفعين راح شوفين شي صير زين شنو انت راح تشوفين راح شي صير عندك هذا تهديد انت من تجي تقول تجي وتقول زين يا بأ انت راح عاقب تقول انا ما كنت تتوقع انه باش راح يجون الصبح على مد مليون دينار يردون ياخذون من عندي شي طبيعي يعني لا اللي صار طيب اذا كانت متجاوزة كيف اعطاها رئيس مجلس الوزراء وامانة بغداد ضوال اخضر حتى تشتغل وليش تفطر القلب خطيئة مارية فود شان حلمها تفتح هاي العربانة تبيع بيها لفات غير تزولها انذار تنبيه تحذير خو ما قبل تجون تفلشون ما يا مجرمين مثل ما يقول خلي نوقف وياها واقل مساعدة اللي هي نسويها مشاركة وننشرها بكل مكان فعلا يقول ربضارة النافعة كانوا يطمحون هذا الشخص كان يريد يفلش هذا المطعام ويريد ما حد يشتغل وياه ويريد يخرب الاول والتالي ولكن صار العكس طيني اللي وراها بعد خلي نشوف راح نشوف احنا التغريدات عامر عادل على الفيسبوك يقول ربضارة نافعة صدقوني هذا شيء سبب من الله سبحانه وتعالى وراح تنرزق مارية اكثر اولا شوفوا ردة الفعل امانة بغداد اتكلفت باعادة اعمار المطعم المبتز دخله مجلس تحقيقي زين الاهم من هذا كله صار افضل ترويج واعلان لها وللمطعم بعموم العراق بعموم العراق طبعا حقيقة هاي هنا تجي هاي رسالة للمبتز نفسه انت اليوم من تجي وتقول انا اريد اشتغل يعني على رب ضارة النافعة مثل هذه الحركة رب ضارة النافعة صدقوني هذا الشيء سبب من الله وفعلا الله سبحانه وتعالى راد ينصر هذه الفتاة وراد يعزز من شأنها بالمجتمع وراد ينطيها فاد امكانية كبيرة وتصير الها فاتسمعة عالية لكن في نفس الوقت احنا قلنا انه كيف ممكن تكون حالات مثل حالة مارية حتى يشتغلون مثل ما هي تشتغل وهي احلى رسالة احلى رسالة ممكن تشوفها بالحياة انطيني التغريدة اللي بعدها خلني نشوف طبعا هواية تغريدات وهواية ردات فعل كانت موجودة من المواطنين لمثل هذه الظاهرة او مثل حالة مارية ولكن خلي نشوف احنا اللي بعدها انطيني التغريدة الرابعة خلي نشوفها زين هذا طبعا احنا شفناها تفطر القلب خطية هذا النوري سعيد ايضا عدنا بعد التغريدات على العموم التغريدات هواية واللي دا نشوف احنا في مثل هذه المرحلة هو هواية ايضا هذه محمد الزاملي صاحب حساب محمد الزاملي يقول امرأتاك اللقمة تعيش بالحلال لا تمد يدها للغير تحارب او تحارب من قبل ضعاف النفوس يعني لا اغنيك ولا اخليك تعيش ايو والله صحيح وطبعا هو خاتم تغريته بحشاية كلش قوية عساها باهلكم هذه ليش من حرقة قلبه من حرقة قلبه وايضا تحت هاشتاك ماريا فوت شفتوا ردة الفعل شفتوا ردة الفعل اللي صارت فاذا لا تتوقع انه انت يكون عندك انتصار وحققت اللي تريده والله فعلا انقلب السحر على الساحر وفعلا رب ضارة النافعة وعاشت ايدش ماريا على اللي صار وعاشت ايد كل انسان غيور وقف فياتش بمثل هذه المهنة فعلا انت حققت انتصار مبهر دوقتيهم كلهم واتمنى ان شاء الله من بقية الاخوات والاخوان اصحاب الاكشاك واصحاب المشاريع الزغيرة والله العظيم التعظو ثقوا بالله بهذا البلد ما يموت هذا البلد ما يموت يمرض ويصح اذا اتعرضت الى الظلم اليوم باتر اللي ظلمك هو رح يكون يجي ليوم يجي ليوم وهذه اخر دعوة انا اقدر اقولها طبعا اللي صار بعد ذلك اللي صار انه امين بغداد التقى اليوم بمارية وشافها وقعدها وديسولفون وقال لها لا تشيلين هم وفعلا في نفس الوقت في نفس الوقت سراح امين بغداد دز شباب حتى يشتغلون وياه وقاموا يشتغلون الشباب من باب انه احنا نريد ندعم مارية ونعطيها حقها ودز كادر من يعني شباب الحدادين رح يعيدون عمل المطعم من جديد ورح يرجعون مثل ما هو احسن من حال هذا اللي صار ويا مارية والان مارية صح تعرضت الى ضرر صحي تعرضت الى وكة صحية حقيقية ودتها للمستشفى من الصدمة وبعدين صار اللي صار والحمد لله والشكر انطيني الصورة اللقاءها مع امين بغداد حتى نشوف والشباب اللي داي يشتغلون بالمطعم من صباح هذا اليوم طبعا هاي خلال لقاءها بامين بغداد والتوجه او توجيه من معالي وزير او العفو من دولة رئيس الوزراء هو الرجل تبنى الموضوع ودخله شباب انا شفت التعليقات سواء على تويتر او على الفيسبوك كلهم طالبوا بمساعدة مالية ماليا وحتى الحدادين قالوا احنا مستعدين نوصل لها ونسوي لها المطعم باحسن مما كان ولذلك احنا شفنا الصبح وصلت النا الصور لشباب حدادين يمن المحل مالتها ويمن المطعم مالتها بديوا يحاولون يعيدون المطعم بشكل مناسب وبدوا يعيدوه فاني اقول شكرا لمارية والدور على غير مارية الان على بقية مارية في العراق هذه مارية اصبحت فتاة عراقية حقيقة اثبتت وجودها واثبتت ان العراق بلد خير وبي اه اش اسمه بكل معالم الرجولة والغيرة والوقفة الحقيقية طيني فقط صورة الشباب اذا ممكن وديش تغلون بالكشو اكمالتها وصلنا الى ختام حلقة هذا اليوم ان شاء الله نبقى احنا دائما وياكم مشاهدين وايضا نحاول نوصل الى ابعد صورة في بانوراما بانوراما دائما معاكم هاي صورة الشباب اللي راح نختم بها حلقتنا ان شاء الله ما اعرف الشباب اعتقدهم المتطوعين او كانوا بتوجيه من امين بغداد توجهوا الى تصطيح انا اقول شكرا لهذه الشباب واللي اعرفه او اللي اعتقد انه راح يتبرعون بهذا العمل انا اتوقع انه هذول الشباب كخطوة من التبرع منهم يعني ما اتوقع انه حتى لو كانوا يعني موجهينهم بتوجيه حكومي شكرا للشباب شكرا لكل مواطن عراقي غيور اخذت الغيرة على هذا التصرف اللي حقيق المشين ولكن ننتظر ان شاء الله ارجع وقول ننتظر الاجراهات الحقيقية اللي المطلوب من الحكومة انه تشتغل عليها ونشوف نتائج التحقيق باسرع وقت ارجع و اقول ايضا اسألوا هذا المبتز او اسألوا في المنطقة اللي هو مسؤول عليها شوفوا كم اخذ من محل من كذا ما اعرف شنو يمكن يطلع لكم فد اثنيا ثلاثة مارية ايضا نفس قصص مارية مشاهدين الكرام وصلنا وياكم الى ختام حلقة هذا اليوم من بانوراما ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله تعالى شوفكم بخير في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة